أثار القصف والدمار التي تكون به عصابة الأسد المحتلة من الضرب العشوائي بالهاون على مخيم درعة هذا من بعد الهدنة التي قامت على أفراد من مخيم درعة مع المحافظ المحترم وعصابة الأسد الغاشمة هذا القصف بعد أن عادت السكان والأهالي إلى منازلها تاريخ اليوم 22 سبعة 2012 أفضل أي Insurance للتواريخ والتراكية